ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سعدت كثيرا بزيارة الأخ العزيز سعادة الوزير عندما طلع على هذه المدرسة وقمنا أيضا بزيارة لمشروع الطاقة وكيف نستطيع أن نوفر هذا الجانب وفعلا هناك جهد كبير في حوالي خمس مدارس بدأت فيها وزارة التربية والتعليم من أول الجهات الرسمية التي تجهت إلى هذا المشروع وصل عدد الألواح اليوم الشمسية في مدارس وزارة التربية إلى حوالي 2263 وهذا يوفر طاقة ويوفر أيضا جهد كبير في فاتورة الكهرباء داخل المدارس ونحن في وزارة التربية حتى مناهجنا الدراسية تهتم بهذا الجانب لأن هذا العالم يتجه إلى هذا الجانب والاستفادة من الطاقة الشمسية شيء حضاري ومهم فأنا أشكر أخي وزميلي سعادة الوزير والفريق الذي معه وجميع الجهود التي بذلت في السابق إلى اليوم لهذا المشروع وسوف نتوسع قريبا في عشرين مدرسة وأسأل الله علي الكريم أن يوفقنا دائما لخدمة وزارة التربية ولخدمة المملكة البحرين بشكل عام في ظل قيادات الحكيمة يحفظها الله ويرعاها ومن جانبه ثمن وزير شؤون الكهرباء والماء مبادرة وزارة التربية والتعليم للاستفادة من الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء للمدارس الحكومية وتعاون المعنيين مع الشركة المنفذة للمشروع لتنفيذ المرحلة الأولى على أكمل واجه سعدت اليوم بزيارة المدرسة مع سعادة الآخر دكتور ماجد النعيمي لتدشين المرحلة الأولى من مشروع الطاقة المتجددة على المدارس هذا المشروع الذي سيكون بإذن الله نواء لمشاريع أخرى وأكثر في مجال تحقيق جهود التوجه نحو تنويع مصادر استخدام الطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة نشكر فريق المنفذات التربية والتعليم على إتاحة هذه الفرصة لتكون وزارة التربية والتعليم نموذج بإذن الله لباقي الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال نحو تحقيق استدامة أكثر من كتنا العزيزة كما أكد الوزير المبارك دعم وزارة الشؤون الكهرباء والماء التام لكافة المبادرات والجهود المبذولة في مختلف الوزارات والجهات في القضاعين العام والخاص متطلعا للمزيد من الإنجازات والمشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة اشتركوا في القناة